يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هو الاحتفال لإيد المولد النبوي ذكرى المولد النبوي الشريف والمسجد الإبراهيم مفتوح جميعا كل أروقة أمام المصلين المسلمين ونحن ندخل من الباب الخلفي في الأيام العادية ممنوع للمسلمين أن يدخلوا هذا الباب هذه غرفة الأذان المؤذن يأتي يؤذن من هذه الغرفة يأتي من منطقة الخاضع للمصلين المسلمين هذه تكون مغلقة أمام المسلمين يدخل مؤذن من الباب هذا الأمام ويأتي لأذنهم هذا مقام سيدنا يحقوب عليه السلام هذا مقام سيدنا يوسف عليه السلام هذه منطقة تسمى اليوسفية ندخل من هنا هذا المكان أيضا يكون مع الإسرائيليين في الأيام العادية اليوم مفتوح جميعا أمام المسلمين هذا هو مقام سيدنا يعقوب من الداخل وهذا مقام سيدتنا زوجة سيدنا يعقوب لائقة عليها السلام ندخل من هنا هذا مقام سيدنا إبراهيم الحليل له هذا هو مقام سيدنا إبراهيم من ثلاث جهات مكشوفة من هنا ومن هنا هذا هو مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وهذا مقام سيدتنا سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام من المنطقة الداخلية الآن نتوجه إلى الساحة الإسحاقية التي يوجد فيها مقام سيدنا إسحاق وزوجته سيدتنا رفقة هذا هو مقام سيدتنا سارة أنا سارة هذه الخارج سمى الجولية الجوالية ندخل إلى الإسحاقية من هنا هذه الساحة الإسحاقية نوجد فيها مقام سيدنا إسحاق وزوجته سيدتنا رفقة عليه السلام كل المسجد الإبراهيم مفتوح أمام المصلي المسلمين هذا هو الغار الشريف هذا هو الغار الشريف هذه الفتحة هذه الفتحة يوجد ضوء في الأسفل عند المغارة التي يوجد فيها قبور الأنبياء تفتح من هنا ويوجد إضاءة داخلي هذه المقام سيدنا إسحاق عليه السلام وهذا مقام سيدتنا رفقة عليه السلام نرجع من المدخل الخلفي إلى نقام سيدنا إبراهيم حرين ثلاث شبابيك تؤدي إلى مقام سيدنا إبراهيم الحرين هذه المنظمة التي دخلنا منها في الأول هي اليوسفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر